هل تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال ما تكتب للآخر؟ هي الطريقة الأسهل الأسهل بالتأكيد وهذا ربما ما أردت أن أعقب به على مقال عبد الرزاق أن هذه السوشيال ميديا الآن يمكن أيضا أن تقدم هذا المحتوى السوشيال ميديا هي سهلة للوصول سهلة لأنه لما تحدثت شاعر أمينة أو أستاذ خالد عن فكرة الإعلام أن الإعلام صنع أسماء معينة في زمن معين اليوم هناك ما هو ربما أكثر تأثيرا من الإعلام وهو السوشيال ميديا فلماذا ربما في العشر سنوات الأخيرة لم تقدم لنا أسماء بعينها بارزة اكتسحت الساحة بقصائد قوية أين يكمن المشكلة؟ طبعا هذا ملسى سؤالي ربما سؤال من يتابعنا اليوم من يحب الشعر من يقول أين الشعراء في الوطن العربي؟ سؤال مفتوح طبعا لكم جميعا الخطة من يريد ذلك تكلم قبل قليل أخطى عبدالرزاق في أول الحصة عن الشعر باعتباره قطاعا كالفلاحة وكالصناعة وك... يعني فعلا قلت يجب أن نسأل عن واقعه وكأنه قطاعا نعم أشرت لهذه الفكرة وأنه فعلا هو للأسف الشديد في الكثير من الأقطار العربية تحول الشعر إلى قطاع بمعنى أنه تحول إلى مؤسسات فيها جانب نفعي فيها جانب نفعي يعود على القائمين على تلك المؤسسات الشعرية وأصبح... أصبحت هذه... ما نجمش نوصف الكلمة بأنهم لوبيات أو شلالية يعني شلالية هذه عنها كما موجودة في مصر وموجودة في تونس طبعا للبنية القابلية للتحدث طبعا للبنية القابلية وللبنية الأخويات الشعرية نقول هناك تأسست نوع من الأخويات الشعرية التي لا تظهر المختلف ولا تظهر الجدير بالقراءة ولا تظهر المتميز ولكن تظهر على أساس الولاءات القابلية والشخصية واللغوية أيضا إلى آخرين هناك كذلك جندر للشعر لابد أن نشير له يعني أن الشعر... أنا من أجمش نقول شعر نسائي أو نسوي لا يوجد هذا المصطلح بالنسبة لي ولكن واقع الشعر أنه موجود ربما في تونس لا نراه كثيرا لأن الشاعرات في تونس متساويات الحقيقة مع معرجات بحكم التاريخ بحكم التاريخ بحكم الموقع القانوني لكن مش بحكم التفكير القبلي الذي يحكم المشاهد والله يتقلص عن التفكير القبلي أنا أعطي مثال بسيط مثلا جميلة الميجري شاعر المعروفة هي مديرة كانت مديرة بيت الشعر القيرواني وهي كانت رئيسة التحاد الكتاب التونسيين وهي شغلت رئيسة الأيام قرطاج الشعرية التي بعثت مؤخرا إذا نشير مثلا إلى حتى على المستوى الرسمي إلى الأستاذة المتميزة الروائية والشاعرة أمال موسى اللي هي الآن وزيرة المرأة في تونس يعني هناك تبكين للمرأة على المستوى الضائق الأدبية بالقانون بالقانون وبهذه النضالات لكن معتراكم أصبح مخيلا شعبيا أعطيك الصح